موسيقى مساء الخير وأهلا وسهلا بكل متابعينا بنرحل فيكم بحلقة جديدة من برنامج اتخابات عشرين عشرين في حلقة الليلة نناقش ما المسموح وما الممنوع في الدعاية الانتخابية وما هو دور الإعلام والإعلاميين خلال العملية الانتخابية أستضيف اليوم الزملاء الصحفيين أستاذ جهاد المنسي مساء الخير أستاذ جهاد موسيقى وأيضا الأستاذ خالد الإقضاء مساء الخير أستاذ أهلا وسهلا بكم يعني نورت استرديو انتخابات عشرين عشرين بداية نبدأ مع الأستاذ جهاد يعني بحكم خبرتك في تغطية البرلمان يعني ما شاء الله عندك خبرة كبيرة إلى أي حد يلتزم النائب بما رفع من شعارات في برنامجه الانتخابي لما كان مرشح صرف الفيلمية يعني عمليا ما في أي التزام حتى هذه اللحظة الترشيح عندنا للأسف الشديد لا يقوم على ترشيح حزبي وبالتالي من يدخل مجلس النواب يدخل على أسس يا إما عشائرية يا عائلية يا مناطقية بمعنى أنه مجموعة شافت والله هذا بخدمه فبالتالي حتى هذه اللحظة مجلس النواب لم يأخذ الشكل الطبيعي لدوره في الحياة السياسية ولم نؤسس لمجلس نواب قادر على أن يكون له رئة رئة رقابية وتشريعية في الحياة العامة الأردنية هذا من ناحية ناحية الثانية حتى نحاكم المرشحين أو المترشحين وما يقولون قبل وبعد نحن يجب أن نعود لـ يعني يكون فيه هناك حتى يعني بجزء هذا كمان دور يقع علينا إحنا كإعلاميين نعم نحن معنيين أنه إحنا نقول للمواطن هذا الانتخب يكون فيه هناك فرق استقصائية وهذا دور يعني وأنا أدعو زملائي الصحفي الجدد واللي أنه يروحوا بهذا الاتجاه يعني نقول له تعال أنت كنت تحكيلنا 1-2-3-4-5 شو عملت في هذا الـ نرجع نحاسب النائم نعم و أنا يعني واحد يرفع لي شعار كلمتين شو يعني شو يعني كيف يعني شعار كلمتين يعني شو تضحك عني يعني يعني في نهاية المطاف إحنا معنيين أن نرتقي بعقول الأردنيين أنه إحنا يعني خطبهم عقالة قليلة يعني نحترم عقولهم إحنا كلمرشحين يحترموا عقول المواطن الأردني وأيضا المواطن الأردني أن يذهب بالاتجاه الصحيح في اختيار ما يريد هذه هي المشكلة الحقيقية مجلس النواب حتى هذه اللحظة لم نستطيع أن نخرج مجلس النواب فعلا له الدول التشريعي والرقابي الذي نص عليه الدستور الدستور بيقول لك الحكم في الأردن نيابي نيابي ملكي وراثي إحنا حتى هذه اللحظة إحنا هذا حق إنا حتى الآن إحنا مفرطين فيه بالتالي يعني هذه مشكلة أساسية إحنا رح نعاني منها قبل أن نروع على موضوع شو بعمله في موضوع الترشيحات و شو اليافطن اللي بتنكتب اللي بده حرر للقدس اللي بده حرر للأندلس ولا هالحين بجوز بمحرره جزر أبو موسى يعني يعني هذا خلينا شوي شوي خلينا نوط شوي عقل القليل حلونا أزمة كورونا حلونا الباص السريع حلونا موضوع الفساد حلونا بركة البيبسي حلونا بركة البيبسي تخيل بركة البيبسي لها سنوات سنوات يعني يعني نتواضع شوي نتواضع في أحلام إحنا هاي مشكلتنا احنا بنطيش على شبر مي وبعدين بنهبط اللي احنا و بنصير نطق على الدولة نطق على طق 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 هذا هذا الأزرق الفيسبوك يعني بصير اللي نهار شغالين عليه مش شيك الحياة يا إخوان مش شيك خلينا نتواضع بأحلامنا نتواضع عبر إحنا دولة فقيرة دولة تقوم على المساعدات على المعونات صندوق النقد الدولة بتعطينا شوي من هون الدول الثانية بتعطينا شوي من هون هاي إحنا هيك هاي إحنا يعني إحنا هيك سيد جهاد يعني أنت أول جواب كان عندك صفر صفر طبعا مئة في مئة نسبة الالتزام طبعا طبعا إذا بدك تحكمهم عن انتخاباتهم على الأشعراتهم إذا هم في خطابات الموازنة بيحكوا إيش وبعدين بعض الموازنة صحيح يعني طب كيف يعني إذا إذا آني بيحكوا إيش وبعدين بعض الثقاء كيف يعني يعني هم بدون متذكروا لأرقب أربع سنين شو كانوا يحكوا هذا حكف يعني هذا بالنسبة لهم حكف واضي خلاص راحوا على صندوق الاختراع انتهت القصة عشان هيك لازم يكون فيه إيش مؤسسي لازم يكون الانتخاب حزبي إحنا يجب أن نؤسس للحياة الحزبية الحياة الحزبية هي الرافعة الأساسية إذا ما رحناش باتجاه الحياة الحزبية لن نتطور أنا حتى لو بنعطي الأحزاب كوته شو المشكلة شو المشكلة أعطي الأحزاب كوته شو أنا بضرري لو أعطي الأحزاب كوته يا أخير إدعمهم ما ندعمنا المرأة و ندعم البادية لحتى أن ندعم البادية كوته طبعنا في عنا أحزاب اليوم إنها تجهز أحزابها تستطيع مش أحزابها اللي تنتق باسمها أنا بديش حزب جهاز يصير ينتق باسدعم الأحزاب والأستاذ خالد يقول عنه معارض لا إحنا بدينا أحزاب تنتق باسم الدولة ككل الأحزاب جزء من الدولة زي النقابات جزء من الدولة زي منقابة الصحفيين جزء من الدولة زي منقابة المهنية جزء من الدولة زي من البرلمان جزء من الدولة الأحزاب جزء من الدولة إحنا معنيين ندعمها معنيين نوفرها ليس معنينا نصلين نقول بتعبش بكب و ليس معنينا نصلين نقولهم أنه والله ممنوع العمل الحزبي في الجامعات و 22 سنة يكون الطالب يتخرج 22 سنة بعدين و نقول بنا شباب كيف بنا شباب و أنت منعه يعمل حزبيا كيف بدك شباب يعني شباب شو يعمل أعمال تطوعي طيب راح نروح عند الأستاذ خالد لغضا يعني شو رأيك بما سمعت ماذا عن تجربة الأحزاب اليوم في الأردن أولا أنا سعيد في معيتك أستاذ أهلا سعيد في ظهري على شاشة الرؤية حتى نقدر نتجاوز الذي تفضل فيه لسد جهاد يجب أن نروح أن نعالج كل هذه المشاكل بالتشريع بمعنى كل ما كان هناك قانون انتخاب قوي صحيح كل ما كان هناك قانون انتخاب يعطي الفرصة المتساوية للجميع كل ما كان هناك قانون حتى قانون الانتخاب القوي أنا عكس على العمل الحزبي وليس العكس لأن القانون الانتخاب هو الذي يعطي الفرصة لكل الناس أن تظهر صحيح لكن أنا دعمت الأحزاب الخمسين ألف أم لا أنه أعطيتهم مقر و أعملي برامج و نزلي شوية كوتة و بعدين بس أنا القانون الانتخاب الذي عندي هو لم يبنى على فكر أني أوصل هذه الأحزاب إلى البرلمان فأنا رجعت إلى نقطة صفر فالأساس بالعملية الانتخابية حتى تحقق المبدأ الدستوري أن يكون هناك قانون قانون انتخاب عصري يلبي مطلعه نحن اليوم بمرحلة لا نستطيع أن نعمل شيء بما يخص قانون الانتخاب الحالي نعم نحن ننتظر تشكيل المجلس الجديد لكي يحكي بموضوع قانون الانتخابات يرى التعديلات التي تدعم الأحزاب تدعم كثير مطالب موجودة من كثير أطياف ما هو الإشكال؟ الذين وصلوا إلى المجلس و يبحثوا قصة الأحزاب لم يصلوا على أساس برامجية حزبية فهم لا يستطيع هم لا يملكوا الإرادة و القوة و الإمكانات للإيمان بدور الأحزاب في توصيل نحن مبدئيا أننا يوم الاقتراع بعشرها دعش ما نستطيع أن نعمل من هنا لعشرها دعش كيف نستطيع أن نحسن مخرجات العملية الانتخابية يعني شوف التحسين بيتي أنك أولا أنك تذهب من إطار أن هذا هو عرس وطني إلى أنه استحقاق دستوري حتى نحن من خطابنا الإعلامي عرس لا يا صديق هذا ليس عرس هذا استحقاق دستوري هذا واحد أعمدة بناء الدولة الأردنية حتى لو كان عندنا إحنا برلمان أو خبرتنا إحنا من البرلمان كوان سواء كان القانون أو الممارسات البرلمانية أو حتى البرلمانيين نفسهم إحنا فينا انطباعات للأسف ممكن نسميها سيئة عن أداء البرلمان هذا لا يعني أن تطيح بمؤسسة البرلمان و مجلس الأحيان صحيح فلازم أنت تكون هناك عندك إيمان حقيق عشانك أنا أدعو أنه إذا كان عندك ملاحظات على النواب أو أداء المجلس أو القانون لا تقعد ببيتك روح وضع ورقة فاضية حتى تعزز مبدأ أن هذه سلطة ودعمها و أنت بورقتك الفاضية تستطيع أن تكون رسالة سجل الموقف أنه أنا بآمن بدور المجلس النواب و مع اعتراضاتي على مخرجات المجلس و الدوره و أداءه بالرقابة و التشريع لكني أنا بذهب أحط ورقة بيضة حتى أنه أحفز الناس للمشاركة وهي للمشاركة في حال تغير الأحوال لكن ما بصير أنا أقعد بالبيت و أترك لأنه عنده ألفين صوت ممكن ينجح يعني فالأمور السنهاية مع جائحة كورونا واللي قاعدة بصير والوضع الاقتصادي السيء رح يكون في عندك خارطة مختلفة و خاصة يعني خاصة في العاصمة عمان و ممكن يكون في الزرقة و ممكن أن تمتد إلى إربد يعني رح يكون نسبة الاقتراع عالية شوي في الأطرف لكن العصب هو الموجود في عمان و الزرقة و ممكن إربد رح يكون في إقبال الثلاث محافظات الثلاث محافظات التي فيها دوار أكثر و تهلي إفراز عدد أكبر فيها القوة المحرك كما نسمعنا الدائرة الثالثة أستاذ هي دائرة حيتان صحيح يخوان لحد اليوم هناك مشكلة في تشكيل عنا عرفنا كان هناك مشكلة في إكمال القوائم القوائم من أسبيه مش عارفين لسي يشكلوها و يتفق عليها بالضبط فإذا وصلت لهذه المرحلة أنا دائما أدعو أنك إذا تعترض على منهج تعترض على لا تطيح بالمؤسسة إذا تعترض على أداءه في أداء المجلس النواب و حتى المؤسسات الإعلامية حتى أي جزء من مكونات الدولة العميقة لا تطالب بإلغاء هذا المكون بقدر ما أن تطالب في تحسين أداءه و أصبر حتى يستطيع هذا المكون أنه مثلا مجلس الأمة بقوته و بسلطة التشريعية و بقوته التي أكد عليها الدستور في مواده أنه حتى لو كان فينا أداء ضعيف المجلس يجب أن ندعم هذه المؤسسة حتى تصل إلى حين تهيئات الأجواء لكن إذا حاولنا أن نسحب مجلس النواب نفرغه من دوره و طبعا هناك مناس مصالح لتفرير مجلس النواب من دور و أن يكون ديكور هؤلاء الأشخاص أنك تدعم هذه المؤسسة لحين الإصلاح هذه أول طريقة في طريقة تعزز الحياة نجحوا أنهم يعملوا ديكور؟ أنا أحكي لك طبعا نجحوا أن المجلس النواب للأسف هو فقط مؤسسة ممكن معنها وردة منصوص صريحة تدعمها و تدعم دورها رقابي و تشريعي إلا أنها للأسف كانت في بعض المراحل و في قضايا مفصلية لم تتعدى كونها ديكور نتباهى فيه فقط في أمام العالم سأرجع لك أستاذ جهاد بعد الفاصل كيف نتحول من الديكور إلى مجلس يعني يحقق طموحات الشعب ولو بنسبة قليلة إذن أعزان أفاصل قصير و بعد مكملين معكم ببرنامج انتخابات 2020 خليكم معنا أهلا وسهلا جديد بكل متابعينا مكملين معكم بحلقة الليلة من برنامج انتخابات 2020 يعني كاميرا الرؤية تجولت في بعض المحافظات الأردنية و استمزجت آراء الشارع حول الوجوه الجديدة وهل كان هناك يعني تغير في الشعارات الانتخابية رح نتابع شو كان رأي الناس و نعود لاستكمال حوارنا في الاستجابة والله بالبعد الشمالية وجوه هي هي تغير نفسه لا تغير و تتبدل كل سنة ينزلون نفسهم و يرجعون يترشحون من جديد ما في تغير شيخ عشيرة و غير شيخ عشيرة بالنسبة وجوه جديدة ما فيه و أغلب الشعارات يعني أكون معك صادق جدا كمواطن أردني من محافظة المفرق أكثر الشعارات شعارات كذبة ومصالح شخصية لغايات أشخاص معينة فالشعارات هي هي صدقنا الطفل اللي صف أول والجامعي حفظ الشعارات الكذبية حبيبي وصاحبي بخصوص الوجوه الجديدة طبعا إحنا مع الوجوه الجديدة يعني إحنا كمرشح إنه في مرشح إنه وجه جديد يعني كل إحنا كفخذ والعشيرة معينة إنه وجوه جديدة كل سنة بنطلع وجه جديد و للتغيير إحنا و دائما إحنا مع المواطن و مع الوطن طبعا شفت وجوه جديدة والشعارات هذه شعارات صارت قديمة وما يطبق منها أي شيء في وجوه جديدة في 2020 وبالنسبة للشعارات اللي بتسير يعني في مبالغات وجدنا وجوه جديدة وجدنا أيضا وجوه من الشباب في أعمار يعني تتلامس احتياجات المواطنين وفئة الشباب كونهم الشريحة الأكبر بالنسبة للشعارات التي يرفعها المرشحون للأماني ليس مبالغ فيها لكن أغلب الشعارات هي بحاجة إلى برامج مناسبة تتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة بالنسبة للشعارات المرشحين في منها متكرروا في منها أول مرة مشوا إحنا كالشعارات ما بلا يدعى الشعارات بلا يدعى فعال في وجوه جديدة نازلها المرة وإن شاء الله يكون فيها الخير النواب هم هم اللي نازلين نفس الوجوه وبعدين قاعدين يناوروا يعني يزبطوا أمورهم عشان يوصلوا للقبة بعدين أنا بالنسبة لي وأولادي احنا مقاطعين على الانتخابات أغلب المرشحين توجهوا لموضوع تعديل قانون الانتخاب الموجود حاليا في مراحل متقدمة موضوع مراقبة الحكومة من تشريعات وغيرها أرى أن أغلب أو جميع المرشحين حاليا هم توجهوا إلى الرقيف الشباب وتقديم كل ما هو جديد في موضوع البطالة وموضوع الفقر وما شابه ذلك يعني صراحة في وجوه جديدة بس يعني الأكثر وجوه قديمة أكثر الشعرات كانت كلها مكافحة فساد مكافحة فساد وبس ما فيه غير هيك هذا اللي شفناه إحنا حاليا فبدنا شعرات غير هيك يعني أصلا لازم يكون شعرات غير هيك وجوه جديدة شعرات جديدة لأنه من على مدى 7 سنين 8 سنين لورا كلها نفس الشعرات وبعد هيك بمشوفش تحقيق للشعرات أصلا مجرد شعرات بالانتخابات مش أكثر نعم شفت وجوه جديدة وشباب صاعد وإحنا منشجع الشباب على أنهم ينتخبوا ورشعوا حالهم الانتخابات لأنه بتعرف يعني في نسبة بطالة عالية فأنا نتأمل أنه إن شاء الله يعني يكون على إيدهم إنجازات مهمة يعني تطور لهالبلد يعني زي ما سمعنا أراء الشارع رح أعود بالنقاش لزملائي في الاستوديو الصحفيين جهاد المنسي أهلا وسهلا فيك أستاذ جهاد والأستاذ خالد الغضاء أهلا وسهلا فيك يعني أستاذ جهاد سمعت أراء الشارع للأسف يعني الكل بيحكي لك نفس الوجوه نفس الشعرات ناس بتشكك بالشعرات صارت سامعية همية مرة بدون ما تشوف أي إنجازة إما أنت حضرتك حكيت أنه يعني صفر نسبة الالتزام بالشعرات المرفوعة اليوم إذا بدأ غير أنا بانتخابات عشرين عشرين إذا بدأ أغير هل يكفي أنه أروح أطلع على الفكر السياسي تبع المرشح ولا أسمع وعود لا نشوف إحنا التغيير يبدأ من الناخب أيضا يعني أنا حتى أغير في التركيبة صحيح ممكن يكون القانون في عنده مشكلة ممكن يكون الناخب فيه ولكن أيضا ممكن يكون المرشح فيه عندما ولكن أيضا الناخب له الدورة الأساسية يعني أنا لما أطلع على مين البروح ينتخب وحجم الاقتراع بس تطيع أني أقرأ أنه إحنا في نهاية المطاف في نهاية المطاف راح نصير نقول أنه والله مجلس النواب ما أعمل إشي ومجلس النواب ما طلعش بإيده إشي هلأ إحنا كمان كناخبين علينا أن نذهب إلى صندوق الاقتراع حتى أستطيع أني أطلع ثاني يوم على التلفزيون أو أطلع أقول والله أنا ما أقرعني أما أنا ما أشاركش في العملية الاقتراع وضعيني قاعد في بيتها وأطلع رحلة آه وبعدين أصير أقول والله مجلس النواب مش مقنع كمان هذه أيضا الهادور جميل طريقي لصندوق الاقتراع لازم يمر عبر نائب الخدمات أو نائب السياسي حتى أستطيع أني أنا أحاكم النائب وأقوله أنت شعراتك لازم تغيرها يجب أن أذهب إلى النائب هو مجدول النائب المسيس يكون نائب حزب سياسي نائب ذو فكر سياسي يحمل فكر سياسي يعني يحمل فكر سياسي فكر إصلاحي فكر أقول لك أي فكر سياسي هو مجدول يكون ابن حزب يعني ولكن حتى أنا معني أني أنا أودع أودع مجلس النواب أو أرسل إلى مجلس النواب نائب يستطيع أن يشرع ويستطيع أن يراقب يعني اللي بيوعدني بالتشريع بالرقابة مش بيوعدني بالخدمة قصة فتح فتح الشارع أو ما فتح الشارع هذه على خسر البلديات نعم على ميزانية على ميزانية كل بلدية بطلع تبعاً المركزية أو البلديات بروح بعملها أو مختار الحارة أو مختار الحارة أو التوظيف واقف فبالتالي هذه موضوع الخدمات وقصة قصة إنه والله معالجة من هون ومعالجة من هون في لهاية المطاف للمعالجات كلها رح تكون فيه إلىها شكل آخر وآلية أخرى لا يكون العلاقة بمجلس النواب مجلس النواب تشريع ورقابة أنا معني أودّي على مجلس النواب حتى أنا أقول له ليش أنت وافقت على الموازنة حتى أقول له ليش وافقت على الحكومة حتى أقول له ليش وافقت على ضريبة الدخل هذه هي اللي بتهم المواطن لا بتهم المواطن أنه والله فتحت شارع في المكان الفلاني أنا المواطن بشكله العام وبالتالي حتى أنا أعيد النظر في المخرج علي أن أذهب إلى صندوق الاقتراء صحيح زميلي حكا شغلي مهمة حتى لو أنا مش موافق على كل هذول روحي حط ورقة بيضة بس أنت عليك أن تذهب إلى صندوق الاقتراء حتى المقاطع عن طريق الورقة البيضة نعم والذهاب إلى صندوق مش تكون نسبة الاقتراء 7% في بعض الدوائر الضخمة أو 12% أو 15% وهي كارثة يعني أنت عمليا كل الممثلين ها يدارفش حد شارك شارك في اختيارهم 7% من عدد اللي بحق لهم اقتراء أنت متخيل قديش المأساة اللي راح تصير بعدين بنصير نقول ليش مجلس النواب عليه طخ طبعا مجلس النواب عليه طخ لأنه لأنه إحنا عمليا نسبة الناس بتروح تدلي بصوتها نسبة ضئيلة جدا وبالتالي هم أرد هذولا بطبيعة الحال هم بتطخوا على مجلس النواب قبل ما يطلع وإحنا الكارثة الكبرى أنه هذه مؤسسة دستورية جميل يعني إحنا في ناس قبلنا دفعوا حياتهم حتى تصير هاي المؤسسة مؤسسة قائمة بذاتها وتكون موجودة وضحوا فيه يعني فيه أردنيين ضحوا ضحوا برؤيتهم وضحوا بكل إشي حتى يكون لمجلس النواب دور بعدين إحنا لما احتفلنا في التسعة وثمانين احتفلنا بعودة الحياة الديمقراطية الآن أنا جاي مجلس النواب لا أنت عندك مشكلة مع النائب وليس عندك مشكلة مع المؤسسة هذه مؤسسة شيعية يجب أن تحترم جميل يجب أن تحترم والذي يطالب أنا أستغرب بعض الأحيان بقرة بدناش مجلس النواب بدناش مجلس النواب عايفين بدونهم أحسن شو حكي شو هذا هذا مشكلة راح تودينها للحيط لأنه مهم أنك ترعص الدوق الإقتراع ومهم أنك تدب صوتك حتى نستطيع أن نصل لمجلس النواب قوي نحن بنا نعرف شو هو الحيط اللي راح تودينها عليها المشكلة أستاذ خالد يعني لما العزوف عن المشاركة بالانتخابات وتهميش دور مجلس النواب وربما يعني للأسف بسبب المجالس المتعاقبة يعني الناس بطلت تعي بشكل حقيقي دور مجلس النواب في الحياة التي تنعكس يعني حياة كل مواطن فينا إلغاء دور مجلس النواب ما مدى خطورته؟ يعني خطورته أن كل دولة بأركانها تقوم على مؤسسات عميقة هذه المؤسسات العميقة هي التي تستطيع العبور في كل الأزمات أي أن كانت هذه الأزمات جميل سواء كانت داخلية أو خارجية وحتى لو كانت مؤامرات عليك من نتيجة الظروف التي تحدث في المنطقة أنت تستطيع أن تعبر كل هذه الأزمات بمجلس النواب والمؤسسات العميقة ومجلس النواب أو مجلس الأمة هو من المؤسسات العميقة بالأردن و القضاء من المؤسسات العميقة بالأردن الجيش مؤسسات العميقة بالأردن على هذه المنظومة تقوم الدول صحيح إلا أنا إذا أستبدل مجلس النواب في ندوات و أستبدل كمان يعني أنه والله باقي مؤسسات الدولة في مؤسسات طارئة و مؤسسات مجتمع مدني تكون طارئة لهم دور يقدر و يحترم هذه المؤسسات لكن الدول تقوم على تلك المؤسسات العميقة و أثبت كل الأحداث التي مرت فيها الأردن و مؤسسة عميقة مجلس النواب جزء من الحلقة جزء من الحلقة و حلقة مهمة و لا تستقيم الأمور فيها بالأردن إلا بموجود مجلس النواب لكن الدستور كان واضح لآخر فترة أنه لا يجوز أن يغليب مجلس النواب عن الأردن أما أن يكون مجلس النواب منتخب و موجود سواء كان بمدعو للدورة أو خارج الدورات العادية أو في دعوة للانتخابات يعني صارت هذا التقليد نحن نحفظ عليه لكن عندنا مشكلة أنه مرات يجب أن يكون موعد انتخابات مجلس النواب هي موعد ثابتة أستطيع أن أتخيل مجلس النواب القادم التاسع عشر العشرين و الواحد عشرين و الاثنو عشرين يجب أن تكون هذه المنظومة واضحة واضحة المعالم حتى أنا و القانون يجب أن يكون كمان يغير بشكل و يثبت نحن مشكلة لهذه المرة الأولى بالأردن التي ينتخب فيها مجلس نواب على قانون انتخب في المجلس النواب صحيح لأول مرة المجلسين على نفس القانون لكن كل مرة كنا نجري انتخابات و المشكلة كان في قانون مؤقت يعرض على المجلس الذي جاء بهم المجلس و يتم إقراره جميل فنحن نحتاج إلى عقل يدير يحافظ على المؤسسات العميقة في الأردن جميل تدعو إلى التماسك الوطني تدعو إلى التكاتف لأنه مؤسسات إعلامية مجلس نواب قضاء الجيش أجهزة أمنية مواطنين مؤسسات تعليمية كل واحد تشيل كتف مع الأردن فنقدر نعبر كل الأزمات لكن أنه يكون عندك مجلس النواب يكون طرفي هامشي أو مؤسسة تابعة هذا عبث بالأمن الوطني حضرتك ذكرت أن هذا القانون سننتخب عليه للمرة الثانية كان بانتخابات 2006 لأول مرة بالأردن جهاد أنت في عندك كان ملاحظات على هذا القانون يعني يبدو أنه شايف أنه يحاجه لبعض التعديل نستطيع أن نعتبر للانتخابات الجاية فرصة لأنه تفرز نائب يقدر يتدخل و يغير قانون الانتخاب نستطيع أن هذه فرصة جديدة للتغيير للانتخابات القادمة يعني أنا أعتقد أنه ديناميكية الأمور أنه يكون فيه هناك دائما إعادة نظر يعني إحنا جربنا القانون في 2016 وهينا إحنا بنجربه كمان مرة و هذا إشي إيجابي و فيه ملاحظات عليه نعم و فيه ملاحظات و ملاحظات جديرة بالاهتمام يعني فيه ملاحظات يعني فيه ناس عنده ملاحظات شخصية يعني حتى أنا أصل أنا بدي أعمل هيكيكة بس فيه ملاحظات عامة هي جديرة بالاهتمام وبالتالي إحنا معنيين أن نأخذ كل هذه الملاحظات و نصيغها بقالب بإطار معين و بفكرة معينة و برؤية معينة إحنا و نسأل حالنا إحنا لو نبنا نوصل إذا بنا نوصل لديموقراطية توصلنا أنه يكون فيه هناك استقرار تشريعي في قانون الانتخاب إذا كان فيه هناك استقرار تشريعي إحنا راح نصل لهذه المرحلة اللي راح توصلنا لهذا الاستقرار تمام من خلال إعادة النظر في القوانين قانون الانتخاب سواء في هذه الدورة أو الدورات السابقة أو يكون فيه هناك يعني خلينا نقول لجنة لجنة من كل الأطياف تعيد النظر في قانون الانتخاب بتأخذ الملاحظات العامة مش شخصية قبل الانتخابات إحنا مش رح نقدر يعني قبل ما تحس لا انتهى خلاص هذا بعهدة المجلس الجديد القادم إحنا راح بعد الفاصل راح نرجع نحكي بخبرتنا كصحفيين كيف أختار المرشح بعيدا عن أي انتماء يعني عشائري أو صاحبي أو أي مصالح يعني لا تفيد إذا عز أنا فاصل صغير بعد ومكملين معكم بحلقة الليلة من برنامج انتخابات 2020 خليكم معنا أهلا وسهلا جديد بكل متابعينا نستعرض سويا الضوابط والتعليمات الخاصة بالدعاية الانتخابية إذا تبدأ فترة السماح للدعاية الانتخابية بعد تقديم طلب الترشح وتنتهي قبل 24 ساعة من يوم الاقتراع على المرشحين الالتزام بالضوابط وتعليمات التالية عدم استخدام شعار الدولة الرسمي والصور الملكية في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية وفي سائر أنواع الكتابات والرسوم والصور التي تستخدم في الدعاية والحملات الانتخابية عدم إقامة المهرجانات والتجمعات على مسافة قيلة عن 50 متر من مراكز الاقتراع والفرص طبعا بسبب الظرف الوباء الحالي لا مهرجانات ولا تجمعات ولا حتى مقرات عدم تشغيل الأطفال في الدعاية الانتخابية أو استغلالهم في الأعمال التي من شأنها أن تشكل خطرا على سلامتهم وأيضا التعليمات متعلقة باليافطات للدعايات الانتخابية لا تقل المسافة الرأسية بين أسفل اليافطة وسطح الشارع عن 5 أمتار طبعا باستثناء اليافطات التي تمتد فوق شارع أو لا يعبر من تحتها المشاء أو المركبات أن لا تتجاوز مساحة أي يافطة أكثر من 5 أمتار مربعة طبعا يجب أن تكون اليافطات والصور مصنوعة من مادة خفيفة الوزن متينة ولا يجوز أن تكون مصنوعة من الخشب أو المعدن أو أي مادة ثقيلة يمكن في حال سقوطها أن تشكل خطرا على السلامة العامة وأن تكون مثبتة بإحكام على جدار المبنى والأعمدة وأيضا عدم وضع أي لافطة أو صورة بشكل يؤدي إلى حجب الرؤية عن أي لافطة لأي مرشح آخر يجوز عمل لوحات تحمل صور المرشحين وبياناتهم الانتخابية على التقاطعات والإشارات الضوئية والميادين بشرط عدم إعاقة حركة مرور المشاة أو حجب الرؤية للسيارات أو حجب الإشارات الضوئية واللوحات الإرشادية وستتم إزالة أي مخالفة لإحكام الدعاية الانتخابية من قبل الجهات ذات العلاقة على نفقة المرشح إذن كانت هذه أبرز التعليمات التي تخص الدعاية الانتخابية ونشر اليافطات في الشوارع وهذا ما نشهده الآن وسنشهده بكثافة أكبر خلال الأيام القادمة إذن أعود إلى ضيفي الكريمين في الأستوديو يعني أستاذ خالد ما هو نصائحك اليوم للذي سيتوجه إلى صندوق الإقتراع وينتخب كيف يختار حتى يحصل تغيير حتى يستفيد بشكل أكبر حتى من انتخابه لنائب خدمات يعني بداية لا يجب أن يكون فيه عنده قناعة راسقة أنه أنا أذهب لأمارس حقي الدستوري و أنا لست ذاهبا لمجاملة و لست ذاهبا لأداء واجب بناء على طلب شخص مني أو أي انتماعة أخرى فأنت بتشوف كيفية تحليلك لمشاكلك التي تعاني منها وتطلع على النائب الذي يعود إلى جذر هذه المشكلة و يعالجها أنا لا أريد النائب يحكي فقط كلمة فساده و بطالة مثلا لا أنا أريد أن أرى هذا النائب هل هو لمؤهل بعلمه و بخبرته بتاريخه لحل مشكلة الفساد و البطالة أنا على هذا الأساس فأنا أحدد مشاكلي أنا كشخص كقطاع مثلا إحنا في أردن و نقصد قطاعات و مناطق و في عنا هموم جمعية و في عنا هموم قطاعية و في عنا هموم مناطقية أنا أبدأ أرى هذا النائب الذي يستطيع أن يخدم الوطن ككل و أنا أستفيد من هذه الخدمة بناء على الشعرات التي رفحها و كيفية تحقيق لهذه الشعرات يعني نحتاج أي شعار إلى تفسير لبرنامج أنا ما بدي شعار فقط لأنه أنت عافية الشعرات ممكن المرشح ما شعفها نعم كوبي بيست يعني نقل من مكان إلى مكان يعني ممكن يعني هو ما شعف أنا بدي أشوف هل هذا النائب اللي أنا انتخبته أو اللي بدي أنتخبه يستطيع تحقيق هذه الشعرات أو يستطيع تحقيق طموحاتي أنا بوجود برلمان قوي و فاعل و هذا البرلمان جزء من مؤسسات الدولة بهذه الطريقة أنا أستطيع و أذهب إلى الهموم الجمعية لا أذهب باتجاه همومي الضيقة أنه هذا الشخص ممكن لني بعرفه و ممكن أحقيق لي فرصة عمل لا أنا بدي نائب يعالج مشكلة التعليم بدي نائب يعالج مشكلة البطالة بدي نائب يحقق العدالة بالفرص فأنا بستفيد حكما من وجود هذا النائب و بتكون هذه الفائدة عمت في مكان آخر لا أذهب عن ما نائب يخدمني بقدر ما يخدمي طموحاتي و طموحات وطنية و طموحات التي أرغب أن أرى الأردن فيها في عام 2020 كيف هي سيكون نعم أستاذ جهاد يعني بقدر أحكم على المرشح من خلال برنامجه الانتخابي و الشعارات الرنان اللي رافعها بقدر أحكي أنه يعني لا سيكون خيار جيد أو خيار سيء من خلال ما يكتب هو يعني عمليا ممكن يكون آه إذا كان في هناك نوع من اللقاءات أو منوع من الحوارات اللي بين المرشح والناخب و ممكن يكون لا نحكي مبدأ يعني عن الإشي المكتوب يعني من منطقية الجمل ألم يعني هلا عمليا معني إنه إقناني يعني زي ما حكينا انا بديش يعني واحد أقول لي �ivot أحرر لأندلس أندلس خلاص دافت جميل أو أنا بدي واحد أقول لي يعني گف بده يعني حتى لما بدي يقول لي عن معالجة المدينية أنا بديش واحد يقول لي بدي علاج المدينية طبعا ماnovaALK البداية بنا حكي بنا نعالج المدينية بس كيف لا نعالج المدينية لازم يكون فيه وسيلة حتّ يعني أنا بدي واحد لما بدي يقول لي محربة الفساد كل المرشحين 1684 مرشح كل الحكومات بتتحارب الفساد والحكومات عليهم ومجلس الإعيان ومجلس النواب والأحزاب والنقبات كلنا بنا نتتحارب الفساد بس كيف شو القليل بدك تتحارب فيها الفساد شو المنظوم بدك تتحارب فيها الفساد أنا معني أنه واحد يقول لي كيف يعني مش معني يقول لي أنه والله أنا بدي أحارب الفساد وفقط آه بدي بدي لا هو إذا حكا لي كيف ICE إذا أقنعني بكيفه بتعتقد أنه بكون نائب إيجابي i call the lilyle حتى لو هذا الكيف عمل فيه 10% يعني أنا ما بطلب من المرشح يعني يعني بعرف تماما وأنا أدعو المواطن أنه يعرفه أنه هو النائب النائب هو مش لحاله يعني النائب هو في إطار التشريع التشريع ككل يعني أنا في نهاية المطاف مش لازم أقول والله نائبي ما جدر أنا إذا حاول فهو يخلف عليه يعني هذا إيجابي لأنه هناك 130 نائب 130 نائب يخضعون للتصويت يعني وبالتالي هي منظومة حتى نغير إحنا معنيين كنا نروح باتجاه التغيير التغيير الإيجابي التغيير الإيجابي ومش التغيير أنا في نهاية المطاف بدي أفزع لابن عشيرتي ولا بدي أفزع لابن جيراني هذا بصفي خلص فزعة مكانك سر رح نضرب مكانك سر و بلنا نظن نحكي أنه والله مجلس النواب ما عمل إشي و بلنا نظن نحكي أنه والله شعراتهم زي ما هي نعم شعراتهم زي ما لما يجي قل لك عن شعاره قل له كيف قل له كيف اعمل حوار ترجمي على الأرض الواقع نعم اعمل حوار مباشر بينك وبينه وأقنعك بالكيف تبعه مش واحد زائي واحد يجي قل لك تعال والله أنت جاري يا زلمي ولا بيمنش عليك الصوت لا بيمنش علي بصوتي جميل لا بيمنش علي بصوتي هذا صوتي أنت بيمنش علي تاخذ مني 20 ليرة أعطيك 20 دينار أنا أنا كمورة مش شو يعطينا أنا بيعطيك 20 دينار بس أنا أتمن علي بصوتي ما بيتمن علي بصوتي يعني في نهاية المطاف إذا وصلنا لهذه الفكرة إذا وصلنا لهذه القناعة ونتعاملش مع أنه مع أنه الانتخابات هي فرصة أنه لسماسرة ولتبعون المال الأسود ونحط لهم حد أنا أعتقد أنه إحنا ممكن إذا فكرنا كويس وخاصة أنه الأردن يعاني من جائحة صحية وجائحة اقتصادية جميل في عنده وضع اقتصادي نعم وضع اقتصادي حقيقي خطير يعني إذا بدك تغير لازم أنت تغير حالك نعم نعم ونغير طريقتنا في التعامل مع الأمور جميل طيب رح نرجع نحكي عن الممنوع والمسموح في الدعاية الانتخابية وتحديدا نحكي عن الشعارات المرفوعة نحكي بشكل أكبر لكن بعد هذا الفاصل إذن عزنا فاصل قصير وبعده مكملين معكم خليكم معنا أهلا وسهلا من جديد والأستاذ خالد القضاء أهلا وسهلا فيك من جديد يعني متى تمنع أو يكون ممنوع شعار انتخابي معين ربما يعني يكتبه أو يرفعه أحد المرشحين المنع بالشعارات هي ما هو يمس شعور أو منطقة أو يدعي للبغضاء أو يدعي للتحريض أو يميز ويعمل فروقات ما بين المكونات الشعب ما بين الناس نعم يعني أنت يمنع عليك مثلا أنك أو أنك أنت تروح تستغل خطاب ديني بغرض الإطاحة بمجموعة أو أنك تروح تستغل صورك أو لقاءاتك السابقة مثلا إذا كنت مثلا مع رئيس دولة أو كنت مثلا التقيت بصفتك وقاص البرلمانيين اللي يعيدوا ترشحهم كمان مرة أنه التقى بالرئيس البلانيرودي يكبر هذه الصورة وينشرها بمعنى أن الدعاية الانتخابية يجب أن تتحدث عما يأتي وليس ما سبق بمعنى ما تستغل أنك ممارساتك تعرض أمجاد الماضي أمجاد الماضي لأنه إحنا ما بدنا بالأمجاد ما بدنا بمواقفك ما بدنا اللي كنت تعمل بمجلس النواب بقدر ما أنا أنا بدي نتيجة هذا الفعل في داخل مجلس النواب فدعاية لازم تكون فيها تبتعد أنها تدعو الناس للمشاركة بالانتخابات أولا ونبتعد عن العبارات أنه هذا مناسبة اجتماعية هي ليست مناسبة اجتماعية أنا أكد كمان مرة أنه هذا ممارسة دستورية جميل هاي نأكد عليها أكثر من مرة أنا أسمع العرس الديمقراطي الذي احتفل فيها أبناء المنطقة وصلت مرحلة حقدنا حلقات الدبكة والمقارات الانتخابية زانت بالأعلام لا 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 نحن لازم نروح أن هذا استحقاق دستوري يجعب باتجاه هذا الاستحقاق دستوري وهمية نجس النواب وهمية الترشح وهمية توجهك لصندوق الاقتراع وأن لا تقصي أي مكون ثاني وأن لا تتولي نفسك حاكم عليهم يعني أنه أنا ما بصير أروح أقول لك أدعي للانتخابات أن توجه جزء من دائرة الانتخابية أنه والله هذه الدعوة إلى إقصاء جزء ثاني من الدائرة الانتخابية أو مكون ثاني فأي خطاب كراهية أي خطاب يتنافى مع الحريات العامة أي خطاب فيه دعوة حتى للعنف أو لا يجوز أن تستخدمه في دعاية الانتخابية كانت وكمان أنه بعض نواب استغلوا في بعض الثقرات بالقون مثلا يروح يعمل له صورة يحط المشاركة مع الشباب يعمل له بطل أولمبي يتصور الصور مثلا أنا كانت في المنتقلات الماضية أبو غوش يعني دعم الشباب وحط صورة بوستر كبير لأبو غوش لمفازن المدالي الدهبية البطل الأردني هذا بطل للجميع وهو ليس صنعك جميل فيعني لا يجوز استخدام المرافق العامة لا يجوز استخدام شعارات الدولة لا يجوز استخدام كده لتحقيق مقاربك أنت الانتخابية اذهب ببرنامج بشعارات تلامس الأرض لما تخاطب الناس خلي اطرح الشعارات لكن تأكد رجاليك لمسين الأرض بهذه الشعارات لا تحاول تشاطر علينا يعني بمعنى أنه عارفين نروح باتجاه معالجة مشاكلي لكن بما هو دورك بمعالجة المشاكل وهو الرقابة والتشريع بمعنى أنه أنا في عندكم مشكلة بدأتها إلى تعديل القانون في عندكم مشكلة أنا بدأتها إلى أن يكون البرلمان الحقيقي هو مراقب على عمل الحكومة أو الهيئات المستقلة لما ما يسمى بالفساد فأنا لازم دائما تكون باتجاه الرقابة والتشريع ما بصير أنا ينزعني أنا ويحولني إلى نائب خدمات أو نائب أقل من شأن مجلس النواب وليس لا علاقة بتسفيت الشوارع ولا بتفتاح المراكز الصحية أو نائب عضلات ممكن نحكي نائب نائب عضلات ممكن نحكي آه يعني المشكلة أنه هذه المصطلحات صارت جاهزة يعني يمكن الناس ممكن يجهز لك مصطلحات رنانة تعلق بأذهان الناس بس أكد أنا دائما أراها على وعي الناس ترى الشعبنا واعي شعبنا مثقف نسبة التعليم عالية نسبة التسامح عالية صحيح موجودة فأنت إذا تحاول كنائب أنك تذهب باتجاه دغطة مشاعري العشائرية أو دغطة مشاعر المناطقية أو دغطة مشاعر تأكس فتفشل لأنه بطبيعتنا بكل قدرنا نعبر بالأردن بكل أزمات المرت بلحمتنا فيه اختلافات بس اختلافات حتى اختلافات إيجابية صحيح فيه اختلافات وجهة النار بس نحن كنا متفقين على الأردن كنا متفقين على وحدة هذه الأرض كنا متفقين على هذا النظام الموجود فيه ونحن نتنافس لتحقيق الأفضل لبلدنا حتى لو اختلفت الطرح تطور والتقدم وغيره ونوصل نوصل نوصل بس نحن متفقين على الهدف لكن نحن مختلفين بالطرق متودينا لهذا الهدف أستاذ جهاد دور الإعلام في الانتخابات ما هو أبرز وأهم دور الإعلام والصحافة بتلعبوا في موضوع الانتخابات هل هو رقابة ولا هو مثلا مجرد القيام بدور الإعلام إيصال المعلومة ودعاية وغيرها يعني هو عمليا الإعلام محرك رئيسي يعني خلينا نتفق والإعلام له دور يعني صحيح نحن ممكن نكون في هناك بعض الغصات أنه بنقول يا رب نكون أحسن ولكن الإعلام له دور دور أساسي ودور رئيسي الإعلام في دول عمل ثورات يعني صحيح يعني ساعة أو مش عمل هو عمل هو اللي عمله يعني وبالتالي الإعلام الاستهاني بدور الإعلام هو باعتقادي يعني في غير مكانه الإعلام يجب أن يكون أولا حتى مراقب على الشعرات يعني إذا إحنا بدنا نأسس لدور حقيقي للإعلام دور دور رقابي وحتى أنه يكون فيه هناك تأسيس لأنه أنا أنت كنائب بدي أراقبك بدي أحكي لك تعال أنت حكيت لي واحد ثلاثة أربعة خمسة شو عملت في الثنين منهن بعد ما صيرت تحت القدرة طبعا هذا هذا الرقابي اللي ممكن أنت يمارسها الإعلام على المرشح هلأ المرشح الناخب فيما بعد الآن أيضا دور الإعلام هو المراقبة شفافية الانتخاب يعني كمان يعني حتى يعني أنا حتى يعني ما أروحش دايما باتجاه المراقبة أستاذ جهب بأليات للأمان يشكر عليها وفي عنده طرقه اللي يعني يعني اللي بتعطينا بتعطينا أسس لغة الأرقام مهمة مهمة إلي كإعلام ومهمة مهمة للشارع صحيح وبالتالي هذا جهد 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 مشكور وجهد حقيقي بنشكر عليه الآن الدور الإعلام الحقيقي أنه أنا أيضا أطلع على شفافية الاقتراع شفافية الانتخاب يعني أنا أنا مش بس بدي أراقب المرشح أنا أيضا بدي أراقب العملية الانتخابية ككل يعني أنا كسلطة بديش أقول كسلطة أنا كهيئة 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 إعلامية أنا معني أنها تكون عملية الاقتراع إيجابية معني أنه يكون في هناك حرية في طريقة الاقتراع معني أنه يكون في هناك شفافية من قبل الجهات المعنية في الاقتراع وأيضا في الشيء هناك ضغوطات من هنا أو هناك وأيضا معني إذا كان في هناك مال سياسي أنا كإعلام معني أني أكشفه جميل أنا مش الإعلام دائماً أنا بحكيه الإعلام مش دراي كلين أنا ما بلم مع حدا إذا أنت وسخ رح تطلع وسخ في الإعلام جميل وإذا أنت نظيف رح تطلع نظيف الإعلام مش دراي كلين يعني في ناس بتعامل مع الإعلام على أساس أنه دراي كلين لا يا عمي الإعلام بيطلعك زي ما أنت عفواً بوساخ أو نظافتك وبالتالي أبداً جميل طيب أريد أن أذهب إلى أستاذ خالد موضوع الإعلام والعمل الإعلامي يعني الهيئة المستقلة للإنتخاب أملت مركز إعلامي جديد لتخطية الانتخابات القادمة و كونك يعني عضو في نقابة الصحفيين هل هناك تفاهمات؟ هل هناك تساهل؟ هل هناك توافق بين الهيئة المستقلة للإنتخاب وبين النقابة؟ يعني أنا أتحدث عن تجربتي أنا في المجلس جميل عاصرنا انتخابات اللامركزية والبلديات المرة الماضية نحن في خاطبنا نحن في قناعاتنا و يعني أنا من أشخاص يتفعوا أن تكون النقابة شريك ند و فاعل في المؤسسة في كل الأحداث و أنها تكون فقط ناقل يعني عشان نحتوى فصار في غرفة عمليات موجودة أيام الانتخابات لنحل ضمان تغطية مهنية لكل الأطراف و منع التدخل بالعمل الصحفي و الإعلامي من أي طرف كان و كنا نرصد كل الحالات التي تعرض فيها أي زميل لإعاقة و أي زميل لمنع و أي زميل من منع التصوير أو أي إعاقة ممكن تكون فيها و عن أن نحكي شهادة حقنا كانت الهيئة و كان حوالي 75 ملاحظة تم حل 90% من هذه الملاحظات في لحظتها يعني في تعاون كبير و دائم كبير و كنا نرصد أن هذا العمل ليس ممنهجا بمعنى أنه لا يوجد توجهات عامة إلى إعاقة العمل الصحفي و كمان هناك نقطة ثانية مهمة أنه لأول مرة كنا نرصد الشكاوى على الصحفيين جميل بمعنى فتحنا مجال أنه لا يوجد نقل صحفي أدخل ألبس شعارات نواب أو أدخل بالعملية الانتخابية نتمنى إحنا الانتخابات القادمة يعني تكون تسير بأكمل وجه و إن شاء الله يكون هي فرصة جديدة للتغيير و نشوف إن شاء الله مجلس نواب و أداء يعني إن شاء الله يكون عظيم تحت الطبية في المرة ها يبدأ أشكر وجودك معنا أستاذ خالد القضاء و أستاذ جهد البنسي أهلا وسهلا فيكم شرفتنا شرفنا و بهيك عزانا وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من برنامج الانتخابات عشرين عشرين بكرة حلقة جديدة موعد جديد عشر و نص ما ساكونوا معنا على الموعد في أمان الله اشتركوا في القناة